ومن دير الزور إلى حلب وأيضا آخر التطورات الميدانية هناك ومعنا مباشرة المراسل للإخبارية السورية وليد هنالي لضعنا بآخر التفاصيل وليد يعطيك العافية ما هي آخر المستجدات اليوم في جبهات حلب؟ نعم البداية حياك الله رنى قبل أن أبدأ عن واقع العمليات العسكرية لأبطال الجيش العربي السوري نحن متواجدين الآن داخل مديرية الجماري في مدينة حلب وذلك للإطلاع أكثر على واقع عمل المديرية والحديث أكثر ينضم معنا عبر هواء الإخبارية السورية لأستاذ إبراهيم عبدالله يعطيك العافية أستاذ إبراهيم حضرتك مدير الجماري في مدينة حلب هذه المدينة التي تشهد عدة خطوات متسارعة تكون لسيمة بأن دور مديرية الجماري لها دور كبير خطواتكم للمتوا فيها أولا مديري الجماري حلب حاليا فيها ثلاث أمانات تعمل في أهتياء حلب الشيخ نجار أمانة الشيخ نجار والتي مخصص للصناعيين والماد الأوليين للصناعة وفي أن الأمانية المركزية في حلب يتم تخليص فيها البضايا ولكن للأسف يتم بطريقة كثير خفيفة وضعيفة في تخاوف من بعض الناس ولكن نحن على أمل لتأخذين كثير من التسهيلات لحتى يقوموا بهذا العمل نعم نحن نتحدث عن الأشهر القليلة الماضية نتحدث عن عدد من المخالفات أرقام أستاذ عبدالله خلال الست أشهر الماضية لدينا 331 قضية جمهورية محققة في جماريك حلب غراماتها طبعا المصالح عنها عبارة عن 300 مليون ليرا سوري والتي أحيلت إلى الجهات القضائية 997 مليون ليرا سوري لغم هذه المخالفات والتجار تشتكي من وجود الجماريك والذين يقومون بعدد تطلبات تظلم يعني تظلم نتكلم بمنطق أكثر هناك تاجر وطني والتاجر غير وطني التجار الوطنيين يعملون ونحن نهيب بهم أنه عند نقل أي بضاعة في مدينة حلب أو خارج مدينة حلب إرفاق كافة الوسائق والبيانات عند نقل هذه البضاعة وعلى جميع الأحوال في جماريك حلب شكلها لجنة مطابقة هذه اللجنة أي دورية أو أي ضابطة أي دورية جمهورية تقوم بأي عملية مصادرة ويشعر التاجر من هناك تظلم مديري جماريك حلب أبوابه مفتوحة يتقدم بطلب تظلم إلى مدير جماريك حلب هناك لجنة مطابقة فنية مباشرة إذا بضاعة النظام يأخذها خلال ساعة واحدة فقط وذلك عبرك كشف على البضاعة من قبل الجهات كشف لجنة مختصة فنية بهذا الموضوع شكرا لانضمامك معنا الأستاذ إبراهيم عبدالله يعطيك العافية كما تحدثنا رنى بأن الحلب يتحسن بشكل متسارع والضبطات هي متواجدة من قبل المؤسسات الحكومية لا سيما بأن بعض ارتفاع الأسعار في الأسواق هي تنتج عن عدم الرقابة من قبل مديرية التموين أما بالانتقال إلى الواقع الميداني في مدينة حلب ومنذ ساعة الصباح الأولى العمليات المكثفة رنى هي تأتي من قبل أبطال جيش العربي السوري على ثلاثة محاور بيئة تحديد محور الكليات العسكرية داخل الكليات والاشتباكات التي هي تتواجد على عنوفها والأسلحة الرششة والأسلحة الفردية بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الارهابية المسلحة ونحن عندما نتحدث عن اشتباكات داخل الكليات العسكرية أي بأن جيش العربي السوري دخل إلى داخل هذه الكليات والاشتباكات هي مستمرة أيضا المحور الآخر باتجاه منطقة الراموسة والعمليات المكثفة وسلاح الجو كان له عدة طلعات جوية ونفزة من هذه الغرات على معاقل الارهابيين وبحسب المصادر العسكرية بأن هذه الطلعات هي كبضة الإرهابيين عداد كبيرة من القتلى وجرحة لسيمة بأن نقطة معمل الإسمنت الاستراتيجي هي تكشف حركة المسلحين وتشل لهم هذه الحركة داخل النقاط الجنوبية منطقة الراموسة ووصلا إلى جنوبية الغربية من حلب المدينة نقطة الكليات العسكرية أي طول محور الكليات العسكرية هو بات تحت السيطرة النارية الكاملة لأبطال الجيش العربي السوري بالتحديد بعد السيطرة على تلة أمة القراءة الاستراتيجية في وقت سابق أيضا محور 1070 شقة الاشتباكات هي امتدت وصولا إلى ما بعد هذا المشروع بعد السيطرة عليه من قبل أطال الجيش العربي السوري في وقت سابق الاشتباكات الآن هي تركزت رانا بالتحديد عند نقطة الريادة ووصولا إلى محور مدرسة الحكمة وذلك لتضييق الخناق بشكل أكبر على المسلحين المتواجدين داخل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من حلب المدينة ولكن اليوم نحن نتحدث عن عمليات نصر هي باتت قريبة بالتحديد من محور الجنوب والجنوب الغرب من حلب المدينة نعم رانا أشكرك جزيل شكر وليد هانايا مراسل أخبارية السورية كنت معنا مباشرة من حلب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك